موسيقى موسيقى أهلاً ومرحباً بكم مشاهدينا إلى حلقةٍ جديدة من كشك الصحافة ونبدأها بالعناوي موقعًا أخباري يحذر من انهيار أشهر سدٍ مائي في اليمن بسبب الإهمال موسيقى مقتل مواطنٍ في إبء بعد هروبه من السجن قبل عامين موسيقى المواطنون في لندن يمنعون شابًا من الانتحار موسيقى عند وصوله اليونان؟ أين أنا؟ وهل يوجد شبكة أنترنت هنا؟ موسيقى أهلاً بكم تتحدث معظم المواقع الأخبارية اليمنية عن الصور التي عرضتها أحد القنوات الفضائية وأظهرت معاناة نزيلات السجن المركزي في صنعاه مع أطفالهن وقال موقع الموقع بوست في صفحته الرئيسية إن قناة الجزيرة حصلت على صورٍ خاصة من داخل سجن النساء المركزي في صنعاه الذي تسيطر عليه ميليشي الحوثي وقوات المخلوع صالح وقالت بعض السجينات إنهن لا يعرفن تهمتهن ولم يتحدثن مع أي محام بالإضافة إلى معانتهن من أمراضٍ خطيرة ولا يتلقين العلاج بصورةٍ صحيحة هذا إلى جانب الأمراض التي تصيب الأطفال ولا يجدن لها علاج وقالت إحدى السجينات إنها وضعت في السجن منذ ستة أشهر من غير أن تعرض على المحكمة أو تتمكن من مناقشة وضعها مع محام وأضافت أن بعض النسوة منذ أربعة عوام لا يعرفن تهمتهن وأن الأطفال يعانون من مشكلاتٍ كثيرة وطالبت بإطلاق صراحة السجينات من السجن الذي لا يمكن البقاء فيه قال مصدرٌ لموقع الاشتراك نت إن متهماً بالقتل لقي مصرعه مساء أمس بعد أن تم تهريبه من السجن المركزي في محافظة إب قبل عامين ورجح المصدر أن يكون الثأر هو الدافع وراء عملية القتل بعد عملية الهروب التي سهلتها ميليشي الحوثي في المحافظة قبل أن يأخذ القانون مجراه في القضية وذكر المصدر أن متهمين آخرين بقضايا قتل جرى تهريبهم من السجن من قبل جهاتٍ أمنية قائلاً إن أولياء الدم يتحينون فرصةً للتأري بعد يأسهم من عودة المتهمين وقيام الجهات القضائية بواجبها القانون في تحقيق العدالة وأوضح المصدر أن أولياء الدم قدموا تظلماتٍ عديدةً للنهب العام المعين من قبل الميليشيا ووزارة الداخلية ولم يجدوا استجابةً لتظلماتهم نشرت صحيفة العرب الجديد مقالاً كتبه أحمد الزرقة في عددها الصادر اليوم تحت عنوان الوجع اليمني وفيه يقول تنقل الحروب إلى العالم أسماء قرى ومدن صغيرة لم يكن يعرفها حتى أبناء المناطق القريبة منها وتصبح قرى هامشية وعناوين بارزة في نشرات الأخبار وعناوين الصحف ويصبح سكان تلك القرى مجرد أرقام في كشوفات النازحين وبيانات منظمات الإغاثة التي تتاجر بأوجاع المعذبين الذين كانوا قبل أن تصل الحروب إلى مناطقهم بالكاد يعيشون ويتنفسون ويتطلعون بشغف كبير إلى ما خلف الجبال التي تحتضن قرىهم الحرب الانتقامية التي أعلنها الحوثيون وحليفهم علي عبدالله صالح على اليمنيين لم تبقى مدينة ولا قرية أو عزلة أو بيتاً في طول البلاد وعرضها من دون أن تدخله بوجعها وآلامها صارت مشاهد التشريع اليوم للضحايا روتيناً اعتيادياً نتائج المقامرة التي قاد أمراء الحروب اليمن إليها فاجعة وأثارها قاسية ويأصعب معالجته على المديين المتوسط والبعيد بلد كان يتكحل بالأمل عقب ثورة فبراير 2011 ذعبته حينها أحلام المستقبل الوردية فرحاً بالتخلص من حكم استمر جاثماً على صدورهم أكثر من 33 عاماً لكنهم لم يتخيلوا لحظة واحدة ما كان يضمره لهم وهو يوقع على مضض على اتفاق نقل السلطة برعاية خليجية أواخر عام 2011 يحتاج مرتكبة ميليشيا الحوتي وصالح في حق يمنيين من جرائم إلى تدخل جاد ومسؤول من العالم لتسمية الأمور والأشياء بمسمياتها الحقيقية وتصنيف تلك الحركة وقياداتها وحلفائها حركة إرهابية تهدد الأمن والسلام في العالم ولا أدل على ذلك من زرعها الألغام واستهدافها حرية الملاحة في المنافذ الدولية اتضح السبب الذي جعل ميليشيا الحوثي تقدم على اختطاف أحد رجال الأعمال في صنعاء ونقل موقع المصدر أورلاين عن مصادر خاصة قولها إن مسلحين على مثل سيارة خطفوا رجل الأعمال عبدالله المغشي صباح أو صاحب عفوا مدينة ألعاب حديقة السبعين بصنعاء من أمام منزله في حي بيت بوس عقب خروجه لأداء صلاة العصر وبحسب المصادر فإن الحوثيين يسعون لإجبار المغشي على تنازل على أملاكه في حديقة السبعين وسط صنعاء كبرى حدائق العاصمة حذر موقع أخبري من مخاطر يتعرض لها سد مأرب قد تكون سببا في انهيار أجزاء منه وقال موقع المشاهد نت إنه ثمة مشاكل كبيرة يعاني منها السد منذ بنائه قبل أكثر من ثلاثين عاما حيث تعرض لعمليات فساد متكررة وأهمال متراكم وسوء استخدام كما حرم من عمليات الصيانة والتحديث الأمر الذي جعل السد تحت الخطر المتنامي مع مرور الوقت محسن شايعة مدير مشروع السد والذي بدأ عليه الحزن بسبب تعثر مشروع القنوات الفرعية وغياب الصيانة لبحيرة السد اختصر حديثه للمشاهد نت بجمل قليل حيث أشار إلى أن غياب الدعم المالي لاستكمال المرحلة كما أشار إلى تدخل بعض النافذين بالمشروع الأمر الذي أدى إلى توقفه في عام 2007 وبناء على تقارير وملاحظات عدة من المختصين في بناء الحواجز السدود من المطلعين عن كثب على وضع سد مارب فإن السد يعاني من مشاكل كثيرة تعمل على تهديد بقائه وقد تؤدي إلى الانهيار إذا لم يتم معالية مشاكله وقد يكون ذلك خلال الثلاثة العقود القادمة بحسب زيادة الإهمال مع ارتفاع نسبة السيول الواردة إليه إذ تشير التقديرات الرسمية إلى ارتفاع نسبة الترصبات والطمي في بحيرة السد من 27 مليون متر مكعب مائي في العام 1997 إلى قرابة 80 مليون في العام الحالي استشعاراً للدور الوطني الذي نتوخى أن يلعبه اتحاد الأدباء والكتاب الجامليين باعتباره من أهم مكونات المجتمع البدني في البلاد وتساوقاً مع الإرث العظيم الذي اتسبه اتحادنا عبر عقود سابقة من النضال الوطني والسناد إلى مساهمته التاريخية البارزة في التاريخ الوطني المعاصر هكذا يبدأ رئيس اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين مبارك سالمين مقاله عن المبادرة الثقافية الوطنية التي تعتمد على مسألة المتنى الثقافي علّه يسعف في بلورة بعض من التصورات والرؤى التي يمكن أن تسهم في إخراج البلاد من أزمته العامة ويقول لأن اتحادنا المجيد قد كان له دور رائد وتاريخ طريعي مبادر في مواجهة أهم الأسئلة التي انبثقت من زراعات الجغرافية والتاريخ عبر عقود خلت في هذه الربوع فإننا نحاول اليوم مواصلة سيرة الرواد المؤسسين في حضورهم وتأثيرهم الدائم في الساحة الوطنية ونتقدم بهذه المبادرة الثقافية كقراءة حقيقية للمكون الثقافي بحثا عن مخارج ثقافية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه تحت هذا الخراب الكبير إننا نريد أن نسأل عن حالة الانسداد واحتقان الأفق التي أصابت جداول الفعل الثقافي وخلفت وراءها كل هذا الركام والأسه نريد أن نسأل الكتاب والهوية والأحزاب والنظام الحكم والتاريخ والمسرح والأدب نريد أن نسأل البيت والمدرسة والمسجد نريد أن نسأل الموسيقى والأغنية والشعر الشعبي والسينما والأخلاق والقيم والترجمة ما الذي جرى وما الذي أوصلنا إلى هذا الحضيث باختصار فإن هذه المبادرة تبحث عن إجابة ما لأسئلة كثيرة يمكن أن تقدمها الثقافة لتفسير ما يحدث اليوم والمبادرة تتضمن مجموعة من الورش الفكرية تناقش الهوية والتعدد الثقافي والجنوب العربي والجنوب اليمني عبر التاريخ في الدراسات التاريخية والأثرية والثقافة اليمنية ومستقبل الأقاليم وأثر المنتوج الثقافي والتاريخي في العقود السابقة على بنية السلوك المجتمعي والخطاب الديني آلياته وتجلياته ونتائجه والمسرح والسينما والموسيقى والتشكيل ودورهما في بناء الإنسان وتعزيز قيم الحياة المدنية ويتبع المناقشات الخروج بخلاصة نظرية وإجرائية كنتائج ومقترحات تحت مسمى بيان عدن الثقافي حول الوضعية الرهنة هذا المشروع التصور الأولي أقدمه لكل مثقفي اليمن وأدبائه وعلمائه للمناقشة والإضافة والتعديل ينقل موقع عدن العاصمة عن رئيس شركة عدن لتطوير الموانع عارف الشعبي قوله بأن هناك ازديادا في نمو نشاط الميناء من خلال حركة البواخر التجارية التي شهدت ازديادا بنسبة 12% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالعام السابق وضاف الشعبي بأن ميناء عدن للحاويات سيزاد نشاطه بنظام الترانزيت التجاري مع فتح مكتب إقليمي لشركة سيارات خاصة في الميناء موضحا أن دور المكتب الإقليمي هو تصدير السيارات الواصلة إلى دول شرق أفريقيا وشرق الأوسط من ميناء عدن كما توقع رئيس شركة عدن زيادة كبيرة لدخول البواخر التجارية خلال عام 2017 وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحافة العربية نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا مجددا نرحب بكم إلى الصحافة العربية حيث علقت صحيفة العرب الجديد وقالت من بين ركام الحرب ورغم كل المآسي التي تعصف ببلدهم نظم العشرات من الشباب اليمنين أول مهرجان للطين في العاصمة اليمنية صنعاء وعبروا بأسلوبهم الخاص عن رفضهم لكل أدوات الاقتتال والعنف وبمشاركة مجموعة من الفنانين التشكيلين والنحاتين تم صنع لوحات طينية جمالية وكان من أبرزها عنوين أو عنوينها العريضة إحلال السلام بدلا من الحرب وذلك وسط حضور جماهيري واسع إبراهيم شماخ أحد المشاركين في تنظيم المهرجان قال للعرب الجديد أن مشاركته عبارة عن دعوة للسلام ويريد من خلالها توجيه رسالة للعالم بضرورة الالتفات إلى ما تشيعه أو ما تعيشه البلاد خلال الوضع الرهن وتتابع العرب الجديد بمثل هذه المبادرة الشبابية والتي استمرت أربعة أعوام أو أربعة أيام عفوا متواصلة يحاول اليمنيون التخفيف من أوجاع معاناتهم والتعبير عما بداخلهم من مشاعر الحب والسلام عن طريق إعادة مياه الثقافة والفن والموسيقى إلى مجاريها يأتي هذا في الوقت الذي يحذر فيها البعض من مخاطر الحرب على الثقافة والهوية اليمنية وتهديدها بالانقراض خصوصا أن الكثير من الموهوبين الشباب يعانون من حالة الجمود والانقسام الواضح في توجيه أعمالهم وإنتاجاتهم الإبداعية سياسيا صحيفة الخليج الإماراتية عنوانت في أحد أخبارها عن اليمن السفارة الأمريكية لدى اليمن تؤكد فتحة مكتب لها في عدن حيث أكد السفير الأمريكي ماثيو تولر خلال لقائه محافظ محافظة عدن عبد العزيز المفلحي اعتزام السفارة فتح مكتب لها في عدن خلال الأيام القليلة القادمة محافظ عدن ناقش مع السفير الأمريكي الأوضاع في العاصمة المؤقتة والتحديات التي تواجهها السلطة المحلية مع السفير ماثيو تولر فقد أكد أن دعم الإدارة الأمريكية للشرعية اليمنية وتوجهاتها التي تتخذها لمصلحة الشعب اليمني لما من شأنه الاهتمام بحياة المواطنين والتخفيف من معاناتهم واتهمت صحيفة الاتحاد الإمارات اهتمت عفوا الصحيفة الصحيفة الاتحاد الإماراتية بالغارة الأمريكية الأخيرة في شبوى وقالت قتل ثلاثة عناصر من تنظيم القاعدة في غارة جوية لطائرة أمريكية من دون طيار استهدفت سيارة كانت تقلهم في منطقة نائية بمديرية الروضة وفاد مصدر قبلي للاتحاد أن سيارة تابعة للتنظيم تعرضت لهجوم صاروخي أثناء مرورها في طريق فرعي بمنطقة المطار أو الماطرة أو عفوا في طريق الماطر النائية وأشار المصدر إلى أن الهجوم أودى بحياة ثلاثة أشخاص كانوا على متنها إلى جانب تدمير السيارة واحتراقها مضيفا إلى أن القتل شخصان من محافظة شبوى وثالث من البيضاء في غربته القصرية عن الجنة كما أسماها يكتب أحمد نعمان اليفرسي متسائلا هل يعقل أن نترك الجنة لشيطان مضيفا في أجزاء من مقاله المشهور في مدونة الجزيرة أنا يمني عبق الأرض لم يغادر أمثاثي في نزوحي ومنفاي كم كانت تسحرني ألوان المشاقر المتدلية على وجنتي حليمة تلك المرأة الريفية رسم التاريخ في باطنك في خارطة الكون ونقشت أحماله على كتفي أوجاع الثقلين لحظات أتوقف فيها عن الشعور بالزمان والمكان أشعر أن حليمة ساحرة حين تناغي أنسام الصباح بذلك الشجن الشغوف أنا يمني وتحت وسادتي يتكوم الألم فيبقى الأرق مقيما لا يرحل تجتم على صدري جثث أحلامي الصرعى منذ ألف سنة أنا يمني رسم التاريخ في باطنك في خارطة الكون ونقشت أحماله على كتفي أوجاع الثقلين وتدل القمر على صدري كجمانة مضيئة يستقي عصارة جسد المنهك فيزداد ألقا كلما تصببت شعرا من هنا تضوى عطري للعالم منكهة القهوة والبن المحلى بعرق الأرض لا أحلى من بن كانت تجود به أشجار قريتنا كفصوص الياقوت الحميري الأصيل يختزن سكره داخل لحائه ذي الرائحة الساحرة فلا تحتاج لمكعبات السكر للتحلية ذاق سماوي لا مثيل له وإن طفت العالم أحمل في غربتي جواز سفر مستباح وبين دفتيه يقبع وطني أفتح جواز السفر لأشم بقايا عبق التراب ثم أضعه في جيب ثوب الأيسر جوار القل كي يسكن وجيبه فلا يسكن فترسل أحداق رسائلها الحزينة علها تعانق بقايا تراب وطن قالت صحيفة ألمانية إن أول سؤال يوجهه الهاربون من القتل في سوريا حين يصلون إلى شواطئ جزيرة ليسبوس اليونانية هو أين أنا؟ وهل يوجد شبكة أنترنت هنا؟ وقالت الصحيفة بليد الألمانية إن منظمة لجنة الإنقاذ العالمية الأمريكية قامت بوضع قائمة بالأسئلة العشرة الأكثر تكرارا التي يطرحها اللاجئون بعيد وصولهم إلى ليسبوس وإن السؤال الثالث هو أين أستطيع شراء الطعام والماء؟ ويفتقر اللاجئون الواصلون إلى كل شيء في العديد من اللاجئين السوريين كانت لديهم مهن حتى وقت قريب وهم لم يأتوا لتلقي الصدقات ورغم أن المنظمة تقدم لهم لائحة بأماكن وأوقات توزيع الطعام إلا أن معظم اللاجئين يفضلون تناول الطعام في المطعم ومن بين أسئلة اللاجئين وفق الصحيفة أين الباص الذي يذهب إلى ألمانيا؟ في أكثر الأخبار قراءة ما جاء في صحيفة القدس العربي المارة والشرطة يمنعون رجلا من الانتحار من أعلى جسر بلندن وتقول الصحيفة أن رجل الشرطة أو رجال الشرطة نجحوا في منع رجل من الانتحار من أعلى جسر بالقرب من منطقة غولدريس غرين شمال لندن وتظهر صور الرجل وقد سيطر عليه المارة وقاموا بربطه بحبل في حماية الجسر الحديدية لمنعه من القفز لحين أصول ضباط الشرطة وتضيف الصحيفة أمضى المارة والشرطة ساعتان وهم يمنعون الرجل الذي هدد بالقفز من فوق الجسر وفي الوقت نفسه تجمع حجد من حوالي سبعة أو خمسة وسبعين شخصا أسفل الجسر وبادروا إلى توثيق الحاجثة بهواتفهم النقالة وأغلق جزء من الطريق المزدحم حتى تم تأمين الرجل ثم وضع في سيارة إسعاف كما تم احتجازه بموجب قانون الصحة العقلية شبكة البي بي سي قالت أن عملاقي محركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعي جوجل وفيسبوك أكد وقوعهما ضحية عملية احتيال قدرت قيمتها بنحو 100 مليون دولار التقرير قالت أن شخصا يحمل الجنسية الليتوانية تهم بشن هجوم إلكتروني بهدف احتيال استهدف شركتي أنترنت مقرهما الولايات المتحدة المتهم الليتواني قدم نفسه على أنه منتج للأجهزة في آسيا وتمكن من خداع الشركتين في الفترة من 2013 إلى 2015 متحدثا باسم جوجل قالت في بيان كشفنا عملية النصب هذه ضد فريق إدارة شؤون البايعين وعلى الفور قبنا بإبلاغ السلطات ولقد استعدنا هذه الأموال وسعدنا لحل هذه القضية وكما لم تكشف فيسبوك هي الأخرى عن تلك التفاصيل لكن متحدثة باسم الشركة قالت فيسبوك استعادت جزءا كبيرا من الأموال بعد وقت قصير من الحادث وتتعاون حاليا مع جهزة إنفاذ القانون في تحقيقاتها وزيرة الخارجية الأسبانية السابقة أن بلاسيو كتبت مقالها تحت عنوان الليبرالية في الخنادق والذي أعادت صحيفة الغد نشره بعد بضعة أشهر محيرة حيث دعت رئاسة دونالد ترامب حديثة العهد إلى التشكيك في النظام العالمي الذي ظل سائدا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية يبدو أن الوضع الجيوسيا سير راهن عاد إلى الظهور ولكن هذا ليس وقت الرضا عن الذات إذ يظل العالم الليبرالي بعيدا عن بر الأمان من المؤكد أن التطورات الأخيرة مشجعة ويبدو أن استيف بانون رئيس الخبراء الاستراتيجين في إدارة ترامب بدأ يفقد نفوذه بل وربما يكون في طريقه إلى الخروج أما وزير الخارجية ريكس تيلرسون الذي كان مهمشا ذات يوم فقد أصبح الآن أقرب عضو إلى ترامب في حكومته وحل الرجل المحترم ريموند ماكماستر ما حل مايكل فلين الذي كان موضع تساؤل كمستشار للأمن القومي ويبدو أن السيطرة عادت للراشدين وقد انعكس هذا التحول في السياسة العامة فربما أدركت إدارة ترامب أنها لا تستطيع أن تتبنى منظورا منغلقا بالكامل في التعامل مع السياسة الخارجية وكان استخدامها الاستعراضي وغير الضار لصواريخ كروز في الرد على هجوم الرئيس السوري بشار الأسد الكيميائي ضد شعبه قرارا استلهمته الإدارة بشكل مباشر من الكتاب الإرشادي للرئيس السابق بالكلينتون بطبيعة الحال ما تزال هناك الكثير من أسباب القلق بدءا بالتطورات في كوريا الشمالية ولم يخلو الطريق من العديد من المطبات وآخرها إعلان إدارة ترامب أن حاملة الطائرات يو اس اس كارل فينسون تتجه إلى شبه الجزيرة الكورية في حين كانت في واقع الأمر تسير في الاتجاه المعاكس ولكن السماء لم تتساقط جولتنا المصورة من صحيفة العرب الجديد والتي أوردت صورا مختلفة لواحدة من أجمل مدن العالم وهي البندقية بإيطاليا الجمال العائم على 118 جزيرة كما وصفتها الصحيفة نتابع معكم بعضا من هذه الصور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بهذه المجموعة من الصحف والصحف العربية عفوا من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير دمتم بخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر